السلام عليكم النهاردة هنحل اسئلة الدرس التاني تدريس الوطن العربي السؤال الاول امام الخريطة للوطن العربي اكتب مدلول الارقام التي عليها واحد جبال هنبص على المؤشر الجبال اللي هنا بتقع في شمال غرب الوطن العربي وهي جبال اطلس اتنين جبال طبعا موجودة هنا عند دولة مشرفة على مضيق اسمه مضيق هرمز طبعا عندنا دولة عمان وجبال عمان تلاتة جبال الجبال اللي هنا اسمها جبال الشام اربع جبال طبعا الجبال اللي موجودة في الحتة دي في جزء الشمالي الشرقي هي جبال كردستان خمسة جبال تقع في شمال شبه الجزيرة العربية في المرتفعات بتاعتها فهي جبال الحجاز ستة جبال طبعا عندنا في مصر هي جبال البحر الاحمر سبع جبال طبعا تقع في الوسط عندنا جبال رقم سبعة هي جبال عصير وتمانية طبعا عندنا مرتفعات اسمها مرتفعات اليمن السؤال اللي بعده امام الخريطة للوطن العربي اكتب مدلول الارقام التي عليها واحد هضبة طبعا عندنا رقم واحد الهضبة اللي تقع في الجنوب هنا هي عندنا هضبة حضراموت اتنين هضبة عندنا في الوسط اسمها هضبة مشهورة وهي هضبة نجد تلاتة الهضبة اللي في الشمال طبعا هضبة بادية الشام اربعة هضبة طبعا الهضبة اللي هنا هناك عند جبال اطلس وهي هضبة الشطوت خمسة نهر طبعا عندنا نهر اللي فوق شوية ده اسمه نهر دجلة ستة نهر طبعا النهر اللي تحت شوية وهو نهر الفراط سبعة نهر طبعا موجود في مصر والسودان وهو نهر النيل اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين تكونت الدلات والشواطئ نتيجة الحركات الانكسارية التعريه المائية الحركات الالتوائية الثورانات البركانية طبعا التعريه المائية اتنين من الجبال الالتوائية في الوطن العربي جبال البحر الاحمر كردستان الشام اليمن طبعا عندنا جبال الالتوائية هي جبال كردستان تلاتة ادى تعرض السخور الصلبة بالوطن العربي لحركات بطنية الى تكون جبال اطلس ولا الشام ولا كردستان ولا زاجرس. الاجابة هتكون جبال الشام. اه رقم اربعة. تعد جبال نقط من الجبال الانكسرية في وطننا العربي. الحجاز عمان كردستان زاجرس. طبعا الاجابة هتكون جبال الحجاز. خمسة. تقع هضبة الشتوت بين سلاسل جبال البحر الاحمر. الشام اطلس عمان. الاجابة هتكون جبال اطلس. ستة. يظهر اثر الحركات الانكسارية في الجناح العربي الافريكي في الجهات الشرقية الغربية الجنوبية الشمالية طبعا في الجهات الشرقية. سبعة ايا من عوامل تشكيل سطح الارض التالية كانت سببا في نشأة جبال اطلس. الصورانات البركانية الحركات الانكسارية الحركات الالتوائية التعريه الهوائية. الاجابة هتكون الحركات الالتوائية. تمانية يرجع تكون المرتفعات في غرب السعودية إلى الحركات الالتوائية الحركات الانكسارية التعريه المائية الصورانات المركانية الإجابة هتكون الحركات الانكسارية تسعة تنتد جبال البحر الأحمر بالجناح العربي الإسياوي في دولتي العراق وسوريا السعودية واليمن سوريا ولبنان عمان وقطر طبعا الإجابة السعودية واليمن عشرة تحصر جبال الشام عدة سهول تجري فيها الأنهار مثل نهري اللي طاني والفراط اللي طاني والعاصي دجلة والفراط العاصي ودجلة الإجابة اللي طاني والعاصي حداشر تعتبر هضبة نقط من هضاب الكناح العربي الإفريكي بالية الشام نجد الشطوت حدراموت الإجابة عندنا خضبة الشطوت السؤال اللي بعده اتناشر تقع هضبة حدراموت في نقط شبه الجزيرة العربية شمال جنوب شرق وسط طبعا حدراموت تقع في عندنا الجنوب تلاتاشر تقع واحدة كفرة في دولة مصر ليبيا السودان السومال الإجابة دولة ليبيا أربعتاشر يظهر تأثر مظاهر سطح الجناح العربي الأسيوي بالصورانات البركانية في الجزء الجنوبي الشمالي الشرقي الغربي طبعا في الجزء الجنوبي خمستاشر تقع شرق دولة العراق جبال لبنان تروس زجرس عمان الإجابة جبال مشهورة وهي جبال عندنا زجرس ستاشر يقع شرق البحر الأحمر جبال الشام الحجاز أطلس عمان طبعا في شرق البحر الأحمر مباشرة جبال اسمها جبال الحجاز سبعتاشر الهضبة التي توجد إلى الشرق من جبال الحجاز هي باديت الشام نجد الشتوت حضرموت الإجابة هتكون خضبت نجد أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من الظاهرات التدريسية الناتجة عن التعريه الهوائية ظاهرة طبعا عندنا ظاهرة الكسبان الرمرية نشأت جبال الشام نتيجة الحركات التي حرست لطبقة الكش الأرضية طبعا الحركات الانكسارية تلاتة تتكون جبال أطلس من مجموعة سلاسل جبلية منها نقاط في الجنوب طبعا عندنا منها جبال أطلس في الجنوب من أمثلة الوحات بالوطن العربي واحد سيوى في نقاط طبعا عندنا واحد سيوى موجودة في مصر تنقسم السهول في وطننا العربي إلى فايدية وساحلية وطبعا سهول صحراوية خمسة اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب تظهر الهضاب البركانية بوضوح في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية الإجابة صواب اتنين تعتبر جبال عمان بين الجبال الالتوائية بالوطن العربي طبعا الإجابة هتكون عندنا صواب ثلاثة من أمثلة الجبال الانكسارية جبال أطلس طبعا الإجابة خطأ جبال أطلس جبال التوائية أممكن نشيل أطلس ونحط الشان تعرف جبال البحر الأحمر في السعودية بجبال كردستان وجبال زجرس طبعا الإجابة خطأ بجبال الحجاز وجبال عسير خمسة تمتد هضبة نجد في وسط ليبيا طبعا الإجابة هتكون خطأ في وسط شبه الجزيرة العربية ستة الوحات والأودية الجفئة من الظواهر الطبعية التي تتميز بها هضاب الوطن العربي طبعا الإجابة صواب سبعة واد العلاقي من أمثلة الأودية الجفة في مصر طبعا الإجابة هتكون صواب تمانية السهول المطلة على الخليج العربي من السهول السحلية بالجناح العربي الإفريكي الإجابة هتكون خطأ بالجناح العربي الأسيوي تسعة من السهول الفايدية بالوطن العربي سهول نهري جوبة وجبيل في العراق طبعا الإجابة خطأ في الصومار عشرة تتميز السهول الفايدية بمصر والعراق بالطربة الخزبة لذلك ترتفع بها الكسافة السكانية الإجابة صواب 11 السهول الساحلية أكثر تنوعا في مواردها الاقتصادية من السهول الفيدية الإجابة صواب 12 تكونت الإرسابات الرملية بفعل الرياح طبعا الإجابة هتكون صواب السؤال اللي بعده 6 اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه كل عبارة مما يأتي حضبة تنتد من جبال البحر الأحمر شرقا إلى ساحل المحيط الأطلنطي غاربا طبعا هضبت أفريقيا الشمالية 2 أرض مرخفضة في الصحراء يعيش بها السكان وتربى فيها الحيوانات طبعا عندنا الواحات 3 أودية كانت تجري بها مياه الأمطار في العصور القديمة ثم جفت طبعا اسمها الأودية الجفة 4 سهول كوانتها الأنهار عن طريق ترسيب المواد العريقة بمياهها طبعا السهول الفيدية 7 أي من الجبال الآتية جبال انكسرية وأيها جبال التوقية طبعا عندنا جبال كردستان جبال التوقية جبال البحر الأحمر طبعا انكسرية جبال لبنان طبعا عندنا جبال انكسرية وجبال أطلس التل هي جبال التوقية السؤال اللي بعده بما تفسر تنوع تضريص الوطن العربي طبعا بسبب اختلاف عوامل تشكيل السطح الوطن العربي ما بين عوامل باطنية وعوامل خارجية عوامل باطنية حركات التوائية حركات انكسارية صورانات بوركنية أما العوامل الخارجية التعرية المائية والتعرية الهوائية اتنين تكون الكسبان الرملية في وطننا العربي بسبب تعرض سطح الوطن العربي للتعارية الهوائية حيث تنحد الرياح للسخور ثم تنقلها وترسبها مما ينتج عنها أشكال سطح متعددة كالكسبان الرملية ثلاثة واحد سيوة آهلة بالسكان بما تفسر ليه طبعا بسبب وجود الأراضي الخزبة الصالحة للزراعة والمياه الجوفية العزبة أربعة للأودية الجفة بالوطن العربي أهمية كبيرة طبعا حيث تستخدم كطرق مواصلات ويسهل الحصول منها على المياه الجوفية سهولة الحصول على المياه الجوفية في مناطق الأودية الجفة طبعا لأن مياه الأنطار كانت تجري بها قديما فتسربت إلى باطن الكشرة الأرضية وكونت المياه الجوفية ستة ترتفع الكسافة السكانية في مناطق السهول الفايدية طبعا ترتفع لأن السهول الفايدية تربطها خزبة صالحة للزراعة لذلك يعمل معظم بها السكان في نشاط الزراعة الأهمية الاقتصادية للسهول الساحلية على البحر الأحمر والخليج العربي طبعا البحر الأحمر والخليج العربي بيتميزوا بوجود الصروات المعدنية ومصادر الطاقة من نتائج مترتبة على الحركات الانكسارية طبعا ترتب على ذلك إصابة السخور الصلبة فقدت ارتفاع بعضها مكونة جبال وانخفاض بعضها مكونة البحار من نتائج مترتبة على حدوث الصورانات البركانية في الوطن العربي طبعا ترتب على ذلك ظهور الجبال والهضاب البركانية باستهضبة اليمن بالجناح العربي الأسيوي ثلاثة ترسيب المواد العليقة بمياه الأنهار على جانبيها طبعا ترتب على ذلك أدى إلى تكوين السهول الفيضية التي تتميز بخصوبة التربة وصلاحة للزراعة وترتفع بها الكسافة السكانية أربع تنوع أشكال ومظاهر السطح في وطننا العربي طبعا يرجع ذلك إلى تنوع الموارد الاقتصادية وتنوع توزيع السكان دلل جغرافيا على صحة كل عبارة للحركات الالتوائية أثر على مظاهر السطح في وطننا العربي يعني هتشوف الحركات الالتوائية ترتب عليها إيه؟ ترتب عليها وجود جبال أطلس وجبال عمان وجبال كردستان وجبال زاجروس اتنين توجد بعض المناطق الزراعية في الصحاري العربية طبعا الدليل على ذلك توجد بعض الواحات الصحاري العربية تتميز بخصوبة التربة مستواحد سيوة في مصر وواحد الكفرة في ليبيا ماذا يحدث إذا لم يتأثر الجناح العربي الأسيوي بحدوث البراكين قديمة هننفي أي حاجة ترتبط على البراكين هنقول لن تتكون الجبال والهضاب البركانية مثل هضبة اليمن اتنين ماذا يحدث إذا تتعرض الصخور للتعرية إذا لم تتعرض الصخور للتعرية الهوائية هننفي أي حاجة لن تظهر الكسبان الرملية لعدم تعرض الصخور للنحط والنقل والإرساب حدد أوجه الشبه والاختلاف بين كل من جبال البحر الأحمر وجبال أطلس وجه الشبه سلاسل جبالية تكونت نتيجة حركات بطنية وكل منهم يطل على بحر أما وجه الاختلاف البحر الأحمر تكون نتيجة حركات انكسارية أما جبال أطلس تكونت نتيجة حركات التوائية اتنين وجه الشبه ما بين الوحات والأودية مع ذكر مثال لكل منهما طبعا وجه الشبه ما بين الوحات والأودية إنهم ظواهر توجد فوق هضاب الوطن العربي ويتم استخراج منهم المياه الجوفية وجه الاختلاف الوحات يعيش بها السكان وصالحة للزراعة وتربية الحيوانات من أمثالتها واحدة الكفرة بليبيا أما الأولياء الجافة تستخدم كطرق مواصلات ومن أمثالتها وادي العلاقي بمصر ثلاثة السهول الفايدية والسهول السحلية مع ذكر مثال لكل منهما السهول الفايدية والسهول السحلية عبارة عن أرض مستوية وشبه مستوية وجه الاختلاف السهول الفايدية توجد على جانبي الأنهار من أمثالتها سهول نهر النيل أما السهول السحلية توجد على سواحد البحارة ومحطات منها سهول البحر المتوسط أربعة سهول البحر المتوسط وسهول البحر الأحمر طبعا وجه الشبه كلا هما سهود ساحلية وجهة اختلاف البحر المتوسط صالحة للزراعة أما سهول البحر الأحمر يستخرج منها الصروات المعدنية ومصادر الطاقة